اهلا بكم الى موجز لهم الانباء قتل قيادين حوثي بارز واصيب ثلاثة اخرون في كمين مسلح نصبه مسلحون يتبعون قيادين اخرى في محافظة البيضاء ضمن صراع اجنيحة الحوثي وقالت مصادر قبلية ان القيادة الميداني عبدالسلام جحلان رئيس اركان ما يسمى معسكر المجد التابع للميليشيات الحوثية قتل واصيب مرافقه في كمين مسلح تعرضت له سيارتهم في منطقة حنكة المأذن واضافت المصادر ان الكمين نفذه مسلحون تابعون لقيادين امني حوثي من اهل الرصاص المعين من قبل الحوثيين مديرا لامن مديرية ميكيراس القتل المقاومة الجنوبية بجبهة ثراء الحدودية شمالي محافظة ابيان القبضة على عدد من الافاريق قديم من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الارهابية وافد مصدر عملية بجبهة ثراء بأن التحقيقات الاولية مع الافاريق المقبوض عليهم كشفت مجيئهم من مناطق سيطرة الحوثيين وكانوا في طريقهم الى وادي العين الواقع تحت سيطرة المنطقة العسكرية الاولى بوادي حضر موت نجحت جهد وساطة قبلية قادة رئيس المجلس العام لابناء محافظتي المهرة وسقطرة السلطان عبدالله بن عيسى العفرار في التوصل لصلح بين قبيلتي نيمر وصانون بن محامد على خلفية قضية مقتل احد ابناء قبيلة نيمر في مدرية المسيلة وخلال لقاء للقبيل اشهد العفرار بمواقف قبيلة نيمر ودورها المشهود قديما وحديثا في الدفاع عن المهرة وقضاياها مثمنا تجاوبهم مع جهود الوساطة وتحكيم لغة الحكمة والعقل وثمن السلطان العفرار جهد مشايخ القبائل والوجهة ومساعيهم في التوصل ومواصلتهم في محاولة اخماد الفتنة افادت منظمة الصحة العالمية بين اكثر من اربعمائة طفل في اليمن فارق الحياة نتيجة اصابتهم بمرض الحسبة خلال العام الجاري وذكرت المنظمة في تقرير حديث ان اكثر من اربعة وثلاثين الف طفل اصيبوا بالحسبة خلال الفترة ذاتها واعلنت منظمة الصحة العالمية انها تشعر بالقلق اذا تزايد حالات الاصابة بالحسبة والحسبة الالمانية بين الاطفال ونبهت المنظمة الى ان هناك معلومات محدودة حول مدى تأثير تفشي المنظة على النساء الحوامل اللائي يضللنا في خطر كبير دشنت هيئة الهلال الاحمر الاماراتي افتتاح مشروع بناء مسجد وثلاثة بيوت سكانية شعبية للمتضررين بمنطقة الغبر بمدرية بروميفع بمحافظة حضراموت اشهد وكيل محافظة حضراموت الشؤون المالية والادارية دكتور احمد بصرح بمواقف دولة الامارات تجاه اخوانهم في حضراموت خاصة واليمن عام معبرا عن شكره وامتنانه لهيئة الهلال الاحمر الاماراتي على جهودها المتواصل وحل الاشكاليات المتعلقة بالمتضررين نهاية الموجز الى اللقاء